استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بقصر الإقضبية اليوم دكتور صائب عريقات أمين سر اللشنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمنازبة زيارته لمملكة البحرين وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية وخلال اللقاء رحب سموه بالدكتور صائب عريقات مؤكدا على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للأشقاء الفلسطينيين من أجل نيل كامل حقوقهم بإقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني عاصمتها القدس الشريف وبمساندة كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل المستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وتمنيا سموه للشعب الفلسطيني الشقيق التوفيق والنجاح في تحقيق وحدته التي تعزز قدرته وتعود عليه بالأمن والاستقرار من جانبه طلع الدكتور صائب عريقات سموه بل أطلعه على آخر المسجدات وتطورات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعملية السلمية مشيدا بمواقف حضرة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى المؤيدة للقضية الفلسطينية وما تقوم به مملكة البحرين من نصرة للشعب الفلسطيني ودعم جهوده لنيل حقوقه المشروعة حضر اللقاء سعادة السيد طاها عبدالقادر سفير دولة فلسطين الشقيقة لدى مملكة البحرين